تحليل الملفات معرفة نوع الملف ففي هذه العملية سنقوم بمراجعة أهم الخصائص المتعلقة بالملفات التي قد تساعدنا في الحصول على تصور أكبر حول ذلك الملف سنناقش في هذا القسم صفات الملفات وهما يعرف بالأتريبيوتز توقيع الملفات أو السيغنتشرز البرمجيات الخبيثة إخفاء البيانات أو ما هو معروف بالستيغنغرافي وتطبيق عملي حول هذه النقاط أهم السؤال في هذه المرحلة هو ماذا نبحث عنه بالضبط سنتحدث عن الأتريبيوت أو السمات المتعلقة بكل ملف السمات الخاصة بكل ملف هي معلومات وصفات حول ذلك الملف وهناك العديد من الصفات أو الخصائص المتعلقة بكل ملف بعضها سيكون مهم في مجال التحقيق الجنائي الرقمي قد يتم إسناد مثل هذه السمات أو الصفات عن طريق نظام التشغيل أو المستقدم أو البرنامج الذي أنشأ هذا الملف من أمثلة هذه الصفات أو الأتريبيوت هي مثلاً read only ويقصد بها أنها للقراءة فقط بحيث لا يمكن التعديل عليه النوع الثاني وهو hidden ويقصد به أن يكون الملف مخفي ولكن مع قليل من التغييرات يمكن إظهار ذلك الملف system يقصد به أن هذا الملف هو ملف مهم بالنسبة لنظام التشغيل بحيث حذفه قد يسبب مشاكل وعادة هذه الملفات لا تحذب بشكل تلقائي ولكن سيظهر تنبيه لمستخدم في حالة رغبته في حذف مثل تلك الملفات archive هي أنواع من الملفات تستخدمها بعض البرامج لتحديد إن كان الملف قد تم تغييره من آخر نسخة احتياطية تم عملها بحيث تستخدم في مقارنة الملفات compressed وتعني أن الملف تم ضغطه عن طريق نظام التشغيل أو المستخدم بحيث قد يستغرق وقت في فتحه أو إغلاقه ولكن سيأخذ مساحة أقل من الملف العادي encrypted ويقصد به أن الملف قد تم تشفيره باستخدام نظام التشغيل وفي حالة عدم وجود المفتاح الذي يفك التشفير فمن الصعب فتح ذلك الملف وقد تكون هناك طرق للاتفاف حول هذا الملف وفتحه إما بالبروت فورس أي تجريب كل الاحتمالات أو استخدام برامج قد تساعدنا في مثل هذه الحالات permissions أيضا هي نوع من أنواع الأتريبيوتس وهي الصلاحيات التي يحملها هذا الملف وهي عبارة عن مجموعة العمليات التي قد يستطيع المستخدم أن يقوم بها أو قد لا يستطيع مثل أن يسمح لمستخدم المسؤول الأدمن وليس المستخدم العادي بالكتابة على هذا الملف أو عدم الكتابة حسب الصلاحيات التي قد تمنح له ومن أمثلة الصفات أيضا أو السمات هو نوع الملف ويقصد به الاكستنشن أو الامتداد فمثلا EXE يقصد بها أنه ملف يعتبر executable يعني برنامج أو ملف قابل للتشغيل أيضا TXT يقصد بها أن هذا الملف هو عبارة عن ملف تكست وأيضا صيغ الصور معروفة كGBG أو BNG وهذه الصيغ تساعدنا في معرفة البرنامج الذي يقوم نظام التشغيل باستخدامه لتشغيل تلك الملفات أيضا من صفات الملفات التي قد نواجهها هو وهي تواريخ وأوقات لعدة أحداث حول الملف مثلا تاريخ ووقت الإنشاء أو الدخول أو التعديل ولكن يجب أن يكون المحلل على علم بأن هناك برامج كثيرة تقوم بتغيير مثل هذه القيم فلا يجب الاعتماد عليها كليا هناك طريقتين للتحقق من سلامة الملف الأولى هي هي طريقة سريعة وبسيطة للتحقق من صحة ملفين أو من سلامة ملفين بحيث يمكن المقارنة بين قيمتين لمعرفة أن تم حدوث تغيير على تلك الملفات ولكنها ليست معتمدة أو مستيقيتها ليست مثل النوع الثاني وهو الهاش النوع الثاني من أنواع التحقق من سلامة الملفات هي الهاش كما هو معروف من الفيديوهات السابقة فهي تستخدم خوارزميات تحدد سلامة الملف إن كان قد تم التعديل عليه مقارنة بالملف الأصلي كل أنواع الملفات المعروفة لديها ما يعرف بالتوقيع أو السيجنتشر وهي تكون عادة في بداية الملف أو ما يعرف بالهدر وهذا التوقيع فائدته هو التعرف على نوع الملف وأيضا يستخدمه نظام التشغيل لتحديد البرنامج الذي سيتم استخدامه لفتح ذلك الملف فمثلا عند وجود ملف صوتي من نوع MP3 فإن النظام التشغيل يراقب التوقيع السيجنتشر ويراقب الامتداد ومن خلاله يتم تحديد البرنامج المناسب لتشغيله وذلك عند ضغط المستخدم ضغطتين متتاليتين على ذلك الملف وأيضا يستخدم هذا التوقيع في معرفة نوع الملف الموجود في القرص حتى لو تم تغيير الامتداد فلو كان مثلا هناك ملف فيديو من صيغة MP4 وتم تغيير امتداده إلى TXT أي تكست فالتوقيع يظهر لنا نوع الملف الحقيقي بغض النظر عن الامتداد بالنسبة لموضوع الهاش هناك قواعد بيانات داخل برامج التحقيق الجنائي المشهورة مثل InCase و FTK بحيث يوجد فيها مجموعة كبيرة من الهاش لملفات معروفة بما فيها هاش لبرمجيات الخبيثة بحيث يستطيع التعرف عليها عند حساب الهاش الخاص بذلك الملف ومقارنته بما لديه في قاعدة البيانات ويمكن العثور على مثل قواعد البيانات هذه في الويب إذا لم تمتلك البرامج التي تحتوي على قواعد البيانات ويمكنك استخدام قواعد البيانات هذه لمقارنتها بنفسك مع الملفات الموجودة لديك من الملفات التي سيقوم المحقق بالبحث عنها من بين الأدلة هي البرمجيات الخبيثة أو المالوير والبرمجيات الخبيثة هي أي برنامج يلحق الضرر بالجهاز كبرامج التعقب أو برامج سرقة كلمات المرور أو برامج تسجيل أزرار لوحة المفاتيح المعروفة بالكيلوغر قد تقوم برامج مكافحة البرمجيات الخبيثة باستياد مثل هذه البرامج وحذفها مباشرة ولكن قد يواجه المحقق حالات يحتاج فيها بنفسه أن يقوم بتحليل ملفات ومراجعتها لكي يحدد كيف دخلت مثل هذه البرمجيات وماذا فعلت عندما دخلت إلى جهاز الضحية من الأعمال التي قد يقوم بها المحقق لملاحظة ما قد تسببه هذه البرمجيات من تغيير في الجهاز هو التأكد من سلامة الملفات الموجودة في النظام هناك برامج تقوم بمثل هذا العمل بحيث تقارن ملفات النظام بنسخة نظيفة وتكتشف إن حدث تغيير عليها أو لا من أشهر هذه البرامج التي تقوم بمثل هذا العمل هو برنامج Tripwire وهو برنامج غير مجاني وهو يعتبر من برامج الhost integrity checker بحيث يقوم بمقارنة كل ملفات النظام وملاحظة إن تم تغيير عليها أو لا من قبل أي برنامج وسوف يقوم بعمل هاش ومن ثم فحص لكل ملف النظام مع نسخة نظيفة وجودة لديه ويقوم بإبلاغ المستخدم عن أي ملف تم تغييره ولكن هناك شيء مهم يجب أن يضعه المستخدم في الحسبان وهو أن اكتشاف التغيير يكون ملحوظ في حالة وجود ملف أو نسخة نظيفة من ذلك الملف بحيث تتم المقارنة معها وهناك من يقوم بعمل نسخة نظيفة من النظام بحيث تستخدم في عملية المقارنة وهذه النسخة قد تكون نظام تشغيل كامل ونظيف من أي إضافات أو برامج قد تلحق الضرر بالجهاز ومقارنتها مع النسخة الموجودة من أهم البرامج الضارة الموجودة والتي تعتبر من المالوير هو الroot kit وهو عبارة عن برنامج يعمل على مستوى منخفض في نظام التشغيل وهو يعرف بlow level kernel integrating software package بحيث تخفي كل عملياتها عن نظام التشغيل وعن المستخدم ولن تعلم بوجودها إلا عن تشغيل برامج مخصصة لمثل هذا النوع من الملفات وهي خطيرة فهي تبقي عملها مخفيا وتخفي أي أثر لها على النظام دون علم النظام بذلك نقطة مهمة يجب أن نركز عليها حول إخفاء البيانات وهو برامج تستخدم وتعرف بالanti forensics software وهذه البرامج هي عبارة عن برامج قد تقوم بتخريب الأدلة وذلك بالتغيير مباشرة على الملف وهو موجود في القرص مثل ما هو معروف ببرامج الهيكسا ايديتور أيضا من الأعمال التي قد يقوم بها أي شخص لإخفاء الأدلة أو إخفاء بيانات هو ما يعرف بالاستيغنوغرافي وهو فن إخفاء البيانات داخل البيانات وهو غير التشفير بحيث التشفير يعتبر فن الكتاب السرية بينما هنا يقصد به فن إخفاء البيانات بحيث يمكن للمستخدم إخفاء ملف text داخل صورة أو صورة داخل text أو text داخل ملف صوتي أو برنامج داخل صورة وقد تستخدم التشفير كطبقة إضافية بحيث يتم تشفير الملف وحقنه داخل الصورة لزيادة صعوبة الحصول على ذلك الملف ولكي نعرف وجود مثل هذه البيانات المخفية يجب علينا القيام بعمليات عكسية لاستخراج مثل هذه البيانات حيث أن هناك خوارزميات تستخدم في عمليات الإخفاء وهي ما يعرف بالاستيغنوغرافي وأيضا هناك نفس الخوارزميات ولكن بطريقة عكسية لاستخراج البيانات هناك مصطلح أيضا مقترم بموضوع الاستيغنوغرافي وهو عملية تحليل ملف لفحصه إن كان فيه شيء مخفي أو لا وهو يعرف بالستيغنواناليسيز وهي العملية التي يقوم فيها البرنامج بفحص صورة أو ملف معين لمعرفة إن كان عملية الاستيغنوغرافي حصلت على ذلك ملف أو لا من أيضا العمليات التي تستخدم في عملية إخفاء البيانات هو ما يعرف بالوتر ماركينج أو العلامة المائية بحيث تستخدم في عملية حفظ الحقوق وحق المعلومات تتعلق بالمنتج مثل أن يتم وضع معلومات حول اسم أو منتج أغنية معينة مثلا داخل مقطع الأغنية دون أن يلاحظ المستمع أي شيء من تلك المعلومات هناك البرنامج الشهير شازام المعروف في العثور على اسم أي مقطع صوتي بمجرد تشغيل البرنامج وقت تشغيل ذلك المقطع الصوتي مثل الأغاني ويقوم باستخراج العلامة المائية من المقطع وإظهار المعلومات كاملة للمستخدم قد يحصل أن يكون البرنامج الخبيث المالوير مخبأ داخل ملف ثم تكون هناك عملية أخرى بحيث يتم استخراج المحتوى المخبأ ثم تشغيله وقد يحصل أيضا أن تكون هناك أدلة مخبأ داخل تلك الصور أو الملفات كغطاء لما بداخلها مثلا أن يكون ملف إكسل بها معلومات مهمة داخل صورة وقد يكون حجم الصورة الكبير مقارنة بالحجم الطبيعي أحد الأسباب التي تدعو للشك في محتوى الصورة أشهر برامج التحقيق الجنائي الرقمي تحتوي على أجزاء لمراجعة محتوى الملفات إن كان بها أي شيء مخفي ولكن يجب أن يستخدم المحقق برامج أخرى مخصصة وأكثر تعمقا في مثل هذا الموضوع بالنسبة للإستيغنغرافي حتى نفهم الموضوع هناك ألغرثم مشهور وهو lsp أو least significant bit وهو ألغرثم مستخدم في عملية حقن البيانات داخل صورة أو داخل ملف صوتي أو داخل أي ملف آخر اللاحظة في الجهة هذه هو عبارة عن ones وال zeros الموجودة لملف معين سواء كان صوت أو حتى صورة في النهاية هذا الملف سيتحول إلى صفر وواحد كما هو موضح وعندنا هنا التكست hey موجودة بالبايناري one و zero أيضا اللاحظة السهم هنا يضيف أن هذا هو آخر جهة موجودة من البيتس بحيث كل سطر يكون آخر بت هو lsp استيغنغرافي تقوم بعملية كتابة التكست hey في هذه المنطقة المضللة بحيث يعمل هذا الألغرثم على أن يتم كتابة الكلمة hey بالبايناري في آخر الطرف أو آخر عامود موجود في الصورة وهو least significant bit وهذه الطريقة هي أحد الطرق المعروفة في عملية استيغنغرافي أيضا في العملية العكسية لاستخراجها هو أن يتم قراءة هذا العامود فقط بحيث تستطيع استخراج التكست ولكن برامج الاستيغنغرافي أصبحت أكثر تعقيدا بحيث أنه يشفر الكلمة قبل أن يحقنها في الصورة أو في الملف أيضا نعرف أن مثلا ملف الصوت أو ملف الصورة الكبير عندما يكون zero one مثلا فإنك لما تقوم بتغيير الطرف الأخير أو هذه البتس المعينة لن يلاحظها العين البشرية أو الأذن البشرية لن تلاحظ ذلك الاختلاف فهذه هي نقطة القوة بالنسبة للستيغنغرافي